وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعل الله ذلك الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم وبشارة لكم بالنصر وسميت البشرى بذلك الإسم لأن أثرها يظهر على البشرة ولتطمئن قلوبكم به ولتسكن به قلوبكم ويزول عنكم الخوف والقلق والتردد وما النصر إلا من عند الله ليس بشدة بأسكم وقواكم وليس بكثرة عددكم وعددكم وليس بالملائكة المنزلة عليكم بل إنهم مجرد أسباب والأسباب مهما كثرت والوسائل مهما عظمت لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة والغاية المنشودة إلا إذا أيدتها إرادة الله وقدرته ورعايته فالله عز وجل قادر على نصرنا على أعدائنا بدون أسباب قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم والواجب علينا جميعا عند محاربة الأعداء أن نأخذ بجميع الأسباب الممكنة مع يقين تام بأن النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم العزيز في ملكه الذي لا يغالبه مغالب بل هو القهار للكفار مهما بلغوا من الكثرة وكوة العدد والعدد الحكيم في تدبيره وشرعه وأفعاله حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها الصحيحة قال الصحابي الجليل مالك ابن الربيع وكان آخر من مات من أهل بدر وكان قد ذهب بصره قال لأصحابه لو كان معي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة وقال سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا لا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف فأبشروا واستبشروا خيرا بنصر الله وما النصر إلا من عند الله جزاكم الله خيرا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر